اشتركوا في القناة يا ربي بإذن الله وبغيت نشكركم بزاف بزاف على تشجاعات ديالكم على الحب ديالكم وصلنا 40 ألف مشترك أو مشتركة شكرا لكم بزاف على تشجاعات ديالكم ولا يخطيكم علي وما ننسوش دائما جيم وبرتجو مع العائلة والأصدقاء وبالنسبة لناس لأول خطرة سيكتشفوا القناة ديالي ولا تنسوش توركوا على زر الاشتراك إذا عجبتكم القناة ويعجبكم المحتوى ديالها بطبيعة الحال أول حاجة قدي نبدأ معكم فيها هذا العام وهو شغولة لبنات تنظيفات لا عندكم أكن نضحكم معكم ولكن بالصح أول نهار في سنة بديتوا بتنظيف العميق للسالون من بعد شغل نقول لكم هذه السنة هذه ديال 2021 لم أكن شاركت معكم بزاف تنظيفات العميقة لأنني كنت رأكم معرفة كنت تمتقلوا كل شيء فهذا العام هذا مع دخل العام معا بديت معاكم معا وتاني بالروتينات لمولفين سمحوا لي لك تسمعوا شوية ديالهدرررررررررررررررنس من اللي حدايا بغي نعز وقلت نستغل الفرصة ونصاب لكم فيديو لأنه إلا ما درتش هكاك ما غديش نمونط لكم الفيديو المهم كما كتشوفوا أول حاجة درتوا هي تنظيف ديال السرجم صراحة كانين أشخاص اللي كي يجيو عندي كانت تفو الشرجم من بره ولكن ما عاش هدليا ما تفين غابرين ما كي يجووش في تليفون يمكن مسافران ولا شي حاجة فقلت الرجلية ضروري غدي نخرج ندير تنظيف بعدها غير لهذا الشرجم هذا لأنه كنت طلع عليه الزنقة وكي يبالي يموسخ فقلت لها ما يمكنش نستحمل وغسنة ضروري ما ننقي ما إلاجة ودوك الرجال مش مشكلة من بعد يديروا تنظيفات ديال الشرجم الأخرين هما عندهم سلوم طويل فكيقدروا يصلوا حتى للشرجم ديال غرف النوم وفي صراحة كي يدوا عليك بزاف ديال تعلاقه ومسح من هنا وصافي بالنسبة لهذه الماكينة هي غزالة بالنسبة للماركة التي كنت أخذتها في ليدل هي جيدة وكي تنظيف كل شيء ولكن ليس ضروري ليس ضروري ليس ضروري ليس ضروري ليس ضروري ولكن كيف تنظيف كل شيء جيدة أنا كنت استعملها في الشرجم وماثوري أنت استعملها لديها ومن بعد غزال يسأل نظيف عادية ونجاوب البنات على جميع الأسئلة من نسبة لطنظيف للمنظيف أو المنظف اللي استعملت في صالون كل شيء جيدة ينظف فقط الماء وديطول وكل أخطراء كان يدلدك الماء يجب أن نشاركه معكم ولكن سوف يكون الميكرو يجب أن نضيفه أحسن يجب أن نضيفه أحسن من غير أحسن ولكن لم أستطيع أن نضيفه أحسن ولم يجب أن نضيفه أحسن ولم يجب أن نضيفه أحسن بالنسبة لكي نضيفه لم يجب أن نضيفه أحسن الثلج السيدات التي يسألوني عن زليج ديالي لا أعرف اسميه لا أعرف من ينخده لأنه شريط الدار مصلوحة لا شريط الدار مصلوحة بالنسبة لجليج فهو ماشي مط جليج أصلا كيبري ولكن إلا بغيتيه فاش تغسليه كل شي بقى كيبري وخادس تعمليه تنطفي بحالها كبتيد أو بتنكره أو أي بحاجة فالأخرا اللي غادي تديري فحاولي تديري فيها غل ما والخل وأي معطر بغيتيه لما بغيتيش بلاش غل ما والخل وبالنسبة للجفاف فضروري حتى هو يكون نفس الحاجة اللي وردتكم يكون ميكرو وهو اللي كيخليه اللمعة في الزليج وما كيخليش كيبان دوكلة راس ديال الجفاف كيخليه كيبان بحال مراية هاد الفيديو هاد الفيديو ربنات غادي نجاوب عليهم على الأسئلة بزاف بالنسبة للبنات اللي كيسولوني على الفيديو سمحوا لي والله ما عقلت على سمية ديال المحل ما عرفش واش خليتوا ليكم في الفيديو ديال جولة في صالون راح كنت شاركتوا معاكم بش حال هادي لان ديكلوكيتا كانوا باقين عندي الفكتورات ديال للحويش او للاتات اللي شريت دابارة ما عارتمش ما عرفش قاعواش باقينه لان تقريبا راح خمس سنين هادي بش هاد الفيديو يعني هاد الفيديو بما عقلش على اسمية ديال المحل ولكن يعني كانت دياله غزالة خمس سنين هو عندي كما كتشوفوا يعني البونج دياله واقف بالنسبة المخدحتان هوا مزوينين كان سبونهم في الماكينة ما مرزع ما وقع لهم شي حاجة بالعكس كيبقوا كما هوا ما فصراحة ما عقلش على اسمية يقدر في ذاك الفيديو تلقوا اسمية دياله هنا بالنسبة للنساء اللي كيسولوني على السبيراتور بالنسبة للسبيراتور ديالي فهي الشارك دير عليكم فيديو في القناة ولكن للأسف البنات بما أن هاد الماركة أمريكية فما كيناش عندنا في هولندا تقدريني تلقيها أولا في بول دوت كوم أنا أخذيتها في بول دوت كوم وتقدريني تلقيها في أمازان هي غزالة يعني كاسم ديالشركة غزالة كما غيباليكم هنا كيفاش ده السبيراتور غرجوش خطرات وكيباليكم كاتجبد مزيان يعني غزالة بالنسبة للطبي بالنسبة ماذا يقولون لي باقي الكاربيت ماذا يقولون لي نسيت لي اسمية دياله مهم تلقي عليها هون قولها لكم زوينة كتنظف مزيان غير هاد الموديل هادا ما بقعش فتقدروا تلقيه موديلات أحسن وموديلات جداد على هاد الموديل هاد الموديلات هادو جداد كين لي ما فيهمش هاد البريز يلا ما بايتوش البريز ديالتو يعني اللي كيكونوا كيتشارجو انا في صراحة ما عنديش ديك الفكرة مع سبيراتور كتشارجو يقدر مستقبلا حيث كما نقول لكم محد دكت كبر محد الأفكار ديالك تتغيروه محد بزاف الحويش كيتتغيرو فيك فيمكن مستقبلا نقدر هاد الساعة هادي ما عنديش معا شارج سبيراتور ما نكدبش عليكم كيعج مني نديرها في البريز ونخدم بيها كين فيهم عادتاني موديلاتواتين اخرين كين موديلات لي كيتعوجو كيقدرو يعany بلما التح VP تحت كتتكتكتف كتتكتفواج وكتدخول بوحدها أرم كتدخل تحت الفوتوي ها اولاااااااااا أو لاااااااااااااااااااااااااااااااااا أغزالىihn كين فيهم بزاف ديا الموديلات غير بالنسبة كإسم الشاركة أغزال البنانات و اراها شركة معروفة عندهم في امريكا هنا يشحل هذه مدوسة تسبيراتوري للطبايت كانت نطلق غير ذلك الروبو حتى للبنات بالنسبة الروبو راها بزافت البنات سهولوني البنات الروبو غزال عجبني بزاف مريحني كانت نطلقوه كما قلت لكم كانت نطلقوه في الدرق يمكن تنظيفات ديالو بحال ذا بلقنات بحالها كم ما كيوصلهمش ما كدبش لكم تحت الفوتوية ما يقدرش يدخلي لان الفوتوية نازل ما يقدرش يدخل تحت منه ما يقدرش يدخل تحت منه و يعني كانت نظيفات فهو كيمتضف يعني كي يجمع لك ذا كذب الحشاكم وكل شيء يعني تقدرش يستعمله يوميا هكي لعندك الدراري وكل شيء ولكن بحال بحال سبيراتور كي يجبد مزيان و كيدردك تنظيف العميق فطبيعة الحال ضروري مخصك الدوزين يعني اعتبره بحال الزوج كيدردت نظيفات ولكن ماشي بحال ذاك شيء يبرد لك خطرك هنا هنا قلت نشارك معكم كما تشوفوا البولارة يكون فيهم حشاكم كما يلزق هكاك ديال ديال ديالدبان وهنا البنات سمحوا لي سمحوا لي بسافة نحل واحد باين قوسين واحد الأخت اللي كانت قاتلية عارضة حياتك للناس يعني خصك تقبل الانتقاد ثاني حاجة قلت لي هذيك سيدة اللي بفتخرة بها فلوسها كلهم حرام ثالث حاجة قلت لي غادي تفرج فيها غادي تبقى تفرج فيها أول حاجة غادي نجاوبك عليها وهي حياتي ما معرضاش اللايف أولا ما معرضاش للناس كنعطيك فقط 5% أو 10% من الحياة ديالي اللي كتشوفيها والأغلبية كيكون غير تنظيفات ثاني حاجة ما عندكش الحق تنتقديني في الأسلوب الحياة ديالي عندك الحق تنتقدي في الفيديو ولكن الأسلوب الحياة ديالي ما عندكش الحق تنتقديني فيه هذي يخصك تفرقي بيناتهم مزيان تقدريت تقول لي عندك يعني الفيديوهات كيتعاود وعندك نفس ولكن باش تقول لي يلا شنو خصك تلبسيه شنو خصك تديري فهذا كيتعتبر دخل السوق اللي ماشي ديالك يعني هذا ممكن تماشي انتي قد تسمي كتدخلي الحياة ديالي كتنتقدي أسلوب الحياة ديالي لهذا الحساب هم بقوا خرجين في الزنقة واللي بلينة في الزنقة لبس شي حاجة نقول لي انت هذك شي اللي لبس ماشي هو هذك هذا هو الانتقد اللي كتدير انتوما بالنسبة لهذاك السيدة اللي قتلك الانتقد ديالها ما عجبنيش ثاني حاجة هذيك السيدة اللي هدرت لك عليها إلا انت هي ملفكة تبعي تافيهين أو لملفكة تبعي للناس اللي فلسهم حرام فشغلك هذك ماشي كلش الناس بحل بحل ونقول ليك ثاني حاجة انه بعدها تظني اتم انا السيدة على من كنت كان هذر اعلامية معروفة في الخاليج سميتها نوها نبيل عندها شركة الماكيج ديالها عندها كتدير الاشهارات ديال مهم بزاف ديال اللي حويج عندهم في الخاليج معروفة في الخاليج كامل نقدر نقول ليك هتا معروفة عالميا عند شركات او لا عند الشركات او الماركات العالمية معروفة عندهم مشي كلش الناس بحل بحل نحاولو ما مقوفش نشوفو الناس كيم ما كنشوفو رأسنا يعني كي ما قلتلك كي لن تإام والكان كت تفرجي في الناس اللي الفلوسهم حرام فانا ما كنت تفرج في الناس اللي فلوسهم حرام وبس pini كنتحول انت تفرجي واحد اللي غادي فيدني وهذا سيدة كما قلت لك ما كان حامع لها ما كان دفع لها ولكن سيدة يكذب على الله حرم سيدة مجوجة بولدها فلوسها حرام لا مش حرام الأمر لا يعنيني فقط كنقول لك بأن الناس وخا عندهم فلوس لباس عليهم يكونوا حرام أو لا يكونوا مش حرام مش الشغل ديالي ولكن الناس مش الحويش أو للماركات هما اللي كيعطوهم قيمة ناس أخلاق ديالهم هي اللي كتعطوهم قيمة تالت حاجة وهي اللي قلت يا مباقش غادي تفرجي فيها فصراحة الأشخاص اللي بحالك ما عندي تلنيت ما ندير بهم وأنا دي ما كان قولها لكم ما كيهمنيش الكيمية ونكترت ما كتهمني الأخلاق ديال المتتبع يعني السيد اللي غادي يكونوا عنده نفس الأخلاق ديالي بطبيعة الحل نحنا مختلفين غير كيكونوا عندنا بلعة الحواج المشتركة وكيكون بطبيعة الحل بنادم اللي كيكون مقدب كيكون مربي هذا هو اللي كيهمني في المتتبع مش بالضرورة يكونوا عندي مليون ديال المتتبعين ولكن ما مربينش لا أو لا متبعيني غير فقط باشي حيروني أو لباشي سبوني تا أنا ما عندي ما ندير بهم اللي كيتبعك كيكون كيتعجبيه كيعجبوا المحتوى ديالك كتعجبيه انتيا كشخص كيعجبوا داك شي اللي كتقدميه أما باش يدخلوا الناس غير يتفرجوا باش ينتقدوا أو لباش غير يعايروا أو لباش غير يهرسوك فحتى أنا نيس ما ما بغيتهمش وما كنضنش غير أنا يا أي شخص في العالم ما كيبغيش شي واحد اللي كيكون كيهرسوا في الحياة دياله مهم هنا يا ربنات غد نكمل معاكم وسمحوا ليا غدين سداد بين قوسين وغدين حاول نحاول ما نخليش باقي حتش واحد يستفزني وندير نهضر في الفيديو على تعليق بحال هكا المهم هنا البنات كيما غدين تشوفوا غدين حاول نصيب هاد ستاري هاد شوفوا هاد البانضة تعدوا أو لها هاد المضمة اللي كيقولوا لهم أنا نهار سيبتهم سيبتهم باش نديرهم في الوسط ولكن بطبيعة الحال إيمان كيطلع لها كل شي في الراس فتجربتهم هاد الاخترة قلت غدين ديرهم في الجنب باش يعطوني شكل آخر لسدادر أمو ضيل شكل آخر المهم إيمان أمو الإختراع صافي هنا كيما كتشوفوا جريتهم في الجنب وبطبيعة الحال هو في الوسط كيكون حجم دياله كبير فحاولت نزيره أو لنصغره باش يعطوني هاد شكل بما أن هاد سداري عندي صغير أنا روميسة باقي محتفلة هي برس العمل يبدو كل قرينات دياله المهم هاد الصالون في صراحة من التحت ما هزتش يعني سدادره كل شي لأنا قين مشي بعيد يعني باش نطفتهم ماشي أنا في صراحة زوج ديالي كاندوز لي هاليوم سبيراتور كما قلت لكم وخايدروا ليك تنظيف ماشي بحال تنظيف العميق ديالك فهو كاندوز لي هاليوم سبيراتور على كل شي على سدادره هكاو من التحت ولكن دك تنظيف لي أنا دك بحال هكا دك لديطاي صغيرين ما كانش دارهم فقلت أنا غادي نعود نديرهم طبيعة الحال حيد عليا بزاف ديالي حويش هو باش تهزي سداري وتنطفي وكل شي فحيدوا عليا هنا يربنت هوا نفس الشي كما غادي بليكم غادي نحاول تهوا نصيب هاد المضمة هادي في القنت ونصيبها صغيرة هنا يبنات غادي نحي كان حيد غير الزغب وعد فكرت عاد فكرت ألزا غادي بليكم هنا يا ألزا مسكينة البارح دارت كسيدا كانت كتجري في وسط الشنطي وواحد الولد دربها بالطنوبيل الله يرحمها مسكينة وبقات فيها بقات فيها مسكينة والله يرحمها مهم مشات ما بقتش ألزا بقت غير نايكي هنا يا نيت هاد النهار هادة كنت غادي نقتلها كتدخل في شي بلايس انتم ما أتبع لكم كتدخل في شي بلايس مش هاد ريفا ومهم ما عليناش هاتي كنشوف هادة بقات فيها سمحوا لي يا البنات المشاعر شوية مخلطة هنا نيت هاد نكن مشتها وغادي ننننننننننننننننننننننننننننننننب الاصدار اللي هاتي كني أني انت أحمد Limaa وخرجت المهم خبرت عليكم واحد سيمانة هادي باش خبرت عليكم كنت حبست الرضاعة الطبيعية و ما نقولش لكم لدروف شخصية ولا شي حاجة حبست صفي ليجع البركة طلت شهور او لاربع شهور تبارك الله اللي رتح ناسين فقلت صفي بركة بطبيعة الحال السيدات اللي عايشين في الغربة ما عندهم مش اللي عاونهم ما عندهم مش اللي يدي لهم و لدهم و يجيبوهم فغادي يفهموني الرضاعة الطبيعية كتبغي بزاف ديال الوقت وإلى عندك طفل آخر وعندك بزاف الحوية شخصك تديريهم فما يمكنش تبقى يقلسة بالرضاعة الرضاعة الطبيعية بودة طويلة مهم من غير يا إما غادي تمر دراسك فأنا ما بغيتش ما بغيتش ندير ديال الرضاعة بالزز يعني بالزز مني وما تكونش عن حب يعني غير واجب فهمتوني أنا كيعش مني ديال الرضاعة ديال الحب ما كيعش منيش ديال الرضاعة ديال الواجب هنا كانوا بزاف ديال لبنات كانوا كيسولوني كيفاش كان نضف هاد هاد السدادر هادولي لأنا كنتخل فيهم الغبرة بحال هكا لبنات هادا كزيف لول باش مسحت كيكون شوية فازق يعني ما كيكونش معصور مزيان وهو اللي كان حاول نمسح به وكان حاول نشف من مورا كما غادي بليكم كان مسح وكان نشف هنا يا مسحت معي حتار روبو ديالي فدوزت عليه حتا هو يعني مسحت كل شيء سدادر غير ما شاركتش معكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل مسحت نفس الطريقة كان مسح بواحد شيفون فازق وكان دوز عليه بشيفون ناشف هنا كيما غايب لكم البنات حتا الزاج كل شيء دوزتو بنفس الحاجة يعني الماء وضيطول هو باش مسحت وهالطريقة البنات رتحت فيها وكيما أكتلكم ضيطول كيقت الميكروبات فمهم عشبتني أكتر يعني ما كنتستعملش بزاف ديال من توجات ومكان مقشق غير جارة معايا فقط غير ذاك اسميتو البانيو ووديوفة ديالي نكمل لكم بنسلة الرضاعة الطبيعية كيما أكتلكم حبست فأنا كنتم قلل لي الرضاعة طبيعية ما درتش يعني ونزد لي الرضاعة الصناعية ولكن أنا واحد لقاتل نهار كان أعطي لي غالح لي بوفلي فقط كان أعطي لي بداعة طبيعية وكنت أعطي لي نهاركي رضاعة الصناعية ففي الليل فقط لما أنت مرضى وحب سهرة غاديت سبيارة كان عندي واحد فقط الليل لكي تكون جداً 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 ما نعودش لكم وصفي واحد نهار قلل صفلي غير جداً وما بغيتش ما بغيتش الحمد لله تلدبات قريباً مدت دي العشر يام عاد هاي سيدي وانا أستري وما نعودش لكم على الضران وما نقش في الحرق بساف وحبس ما نشوف من الحموني كان عندي واحد لألم فضي بزاف 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 تلت أيام ما نعودش لكم عليها ألم فضي ما كان مقدرش نعز من بعد يمكن الدات ديالي ولفات أو لا يمكن قل واحد صدر تفش واحد آخر اللي بقى باقي فيه الحليب وهو اللي عدو بني بزاف مشيت عند طبيبة قاتليا ما دي نعطيك شي حاجة سويلة على أنتيبيوتيك قاتليا ما ديش نعطيه لك لأنا ما عندكش حتى شي علامات ديال ديال الالتهاب يعني ما فيكش ما عندكش ما بزولتك مشي حمرة وما فيكش سخانة فما ديش نعطيك شي حاجة وبقيتها كاك مع بغاستامول حتى كملت قريباً عشر يام عدد بالحمد لله باخير مهم هنا البنات غادي نكون وصلت معكم من الأخير ديالفيديو كانت مني عجبكم فيديو ما تنسوش تخليوا لي جميلة عجبكم ما تنسوش تبارتاجوا الفيديو مع العائلة والأصديقة وبسلام عليكم حتى الفيديو القادم إن شاء الله باي باي عليكم اشتركوا في القناة